قالت مجموعة المطاحنة العمانية خلال تقريرها النصف سنوي للعام الحالي إن المجموعة تعمل على تقييم مشاريع متعددة للتركيز على التكامل عبر سلسلة القيمة بالإضافة إلى التنويع في المشاريع الجديدة وتسعى المجموعة إلى تحديد فرص الدمج والاستحواذ لأربع شركات كما شرعت في توسعة مصنع الخلط المسبق ومصنع العلاف في مرحلة التنفيذ حاليا كما طورت المجموعة عملياتها للاستفادة من فرص النمو المتاحة في السوق والمنطقة حيث ترفض الشركة قطاع الأمن الغذائي بحوالي 300 منتج من مختلف الأصناف الغذائية ذات الجودة العالية